جزيرة الأفعى كانت تحاضرة في الأيام الأولى لهذه الحرب وسيطرت القوات الروسية عليها أيضا توقف مع معلومات بخصوص هذه الجزيرة جزيرة الأفعى الاستراتيجية المهمة إن كان الجانب الروسي والجانب الأوكراني هذه موقع الجزيرة أيضا هي كنز أوكراني استراتيجي حاصرتها روسيا منذ اليوم الأول أيضا وسيطرت عليها منذ اليوم الأول للحرب في أوكرانيا هذه الجزيرة لها أيضا المطلع البحر الأسود والقرب من السواحل الشرقية لكل من أوكرانيا ورومانيا مساحتها أيضا تقرب من 30 كم تضم الجزيرة أربعة شواطئ تاريخيا كانت الجزيرة تابعة للدولة العثمانية إلى أن استولت عليها روسيا في عام 1829 تم سيطرة عليها أيضا ثم سيطرت عليها الرومانيا بعد هزيمة روسيا في حرب أيضا في عام 1858 أيضا عام 1858 قبل أن يستعيدها الاتحاد السوفيتي في عام 1948 أيضا كشفت أيضا في مياهها كشف أيضا عن كميات كبيرة من الغاز والنفط وهو ما دفع رومانيا إلى المطالبة بالجزيرة مرة أخرى ودخلت أيضا أوكرانيا ورومانيا بصراع لكن في نهاية الأمر تم أيضا البت في هذه القضية وحسم هذه القضية واعتبارها جزيرة أوكرانية وأصبح جزيرة الثعبان رمزا في أوكرانيا منذ اليوم الأول كما أشرنا لهذه الحرب الروسية أيضا على أوكرانيا هذه الجزيرة المطلة في البحر الأسود والقريبة من أديسا أهمية والاستراتيجية ستلاقيد مع هذه المعلومات بكل تأكيد هي لها أهمية استراتيجية كجزيرة قريبة من هدف تسعى إليه روسيا التي هي أوديسا لكن أنا أقول وأؤكد يعني أمرة أخرى لو كانت روسيا تمتلك القطع البحري التي كانت توهم الناس بجاهزيتها وبقوتها وبقدراتها لما احتاجت أن تستقتل أو تغامر بهذه الطريقة للسيطرة على جزيرة الأفعى لذلك يعني أنا أرى أن حتى لو سيطرت روسيا على جزيرة الأفعى لن يختلف شيء لأنه روسيا لتنقل معدات وقواعد إلى هذه الجزيرة لتكون قاعدة انطلاق لها على أوديسا يعني لا أرى إمكانيات مما تقدم كله ومن خلال مراقبتنا المعارك لا أرى لدى روسيا إمكانية نقل تموضع إلى هذه الجزيرة لكن وصول يعني الاستدافات الأوكرانية لهذه الجزيرة ويوم غد ربما يكون بحسب وسائل اللامية أيضا احتفالات قرب هذه الجزيرة هل سيكون باعتقادك يوم غد مؤمن بالنسبة للقوات قرب هذه الجزيرة جزيرة الأفعى أم سيكون حرب وستدافات يعني قد تكون يعني غطاء مثلا الاحتفالات تؤدي إلى بعض الحركات أما لن يحصل شيء مفصلي لا بجزيرة الأفعى ولا حتى في الحدود ولا حتى في مصانع ماريوبول يعني سيمر عيد النصر يريد أن يخلص منه بأي طريقة بوتن مثل عيات تشرين تصحيح وتشرين التحرير تبعنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر